بالتأكيد الأمن هو الرديف والكلمة التي نستخدمها في كل شيء نتكلمنا عن الصحة نتكلمنا عن الاستثمار نتكلمنا عن انتخابات وهذا اليوم الاجتماع من رقم واحد بالتأكيد الأمن يجب أن نكون حاضر اليوم كان الاجتماع موسع أول الاجتماع تحضر به كل الأطراف يعني رئيس الأخ رئيس المفوضين العليا الانتخابات وأيضا سيد الفريق عبد أمير الشمري واللي هو مسؤول عن اللجنة العليا الأمنية للانتخابات قادة المناطق رؤساء اللجان الفرعية مدراء المكاتب قادة الشرطة وحتى كل المسؤولين والمعنين في هذا الموضوع إذن كان اليوم الاجتماع هو ميكس بين كل الأطراف الإدارية واللوجستية والأمنية لذلك تم تبادل وجهة النظار اليوم كل لجنة وكل قيادة وكل شخص مكلف بواجب أعطى كل تفاصيل المواضيع اللي وصل إلها وبالتالي أصبحت اليوم الرؤية واضحة لكل الأطراف يعني الأطراف المعنية المباشرة السيد القاضي وسيد الفريق وكل اللجان الفرعية والمناطق يعني منطقة عن منطقة تختلف من ناحية الأمور اللوجستية المخرجات التي خرجتم بها من هذا المؤتمر طبعا أن تكلمنا عن الأمن فنقول أن المناخ الأمني مناسب جدا لإجراء الانتخابات لا توجد هناك أي مشكلة أمنية في إجراء الانتخابات وما يخص الأمور اللوجستية وصلت إلى مراحل متقدمة هذه الانتخابات تختلف وإحنا ممكن تكلمنا في مناسبة سابقة تختلف عن سابقاتها بأنها سوف نتوقع أن تكون هي الأكثر مشاركة بالنسبة للجمهور خاصة أن أغلب مناطقنا اليوم هي مناطق آمنة ومستقرة إذن لا توجد إشكالات في عملية المشاركة الأمنية توزيع الواجبات طبعا إضافة إلى هذا خلينا أتكلم أيضا عن وزارة الداخلية ودعمها لهذه القضية وتوفير المناخات الآمنة ومتابعة السيد وزير الداخلية شخصيا يعني اليوم أيضا كان عندنا اجتماع ثاني في وزارة الداخلية مع قادة الشرطة وهذا الاجتماع أيضا كان من ضمن مخرجاته هو أيضا توفير القرارات والتوصيلات الإصدرات عن هذه اللجنة ومنها موضوع يعني المناخات الآمنة لكل التفاصيل متعلقة بالانتخابات